اسئلة سريعة جدا كابتان عبدالله انت دكتور ونجم كورة ازاي وزنت بينهم ولا مضطر انك في وقت من الوقت تبقى بتدي حد وبتقلل من حد اه يعني بص هو انا مش شايف انها كانت في مشكلة اولا اولا رحت زمالك في سنوية عامة العيلة كلها ايه ازاي تروح زمالك في سنوية عامة وغلط وقت خلاقة مع والدي الله ارحمه بسألهم لا انا موصق فيه كل حاجة جبت 87% وكتبت رغبة واحدة على فكرة كتبت رغبة طب اسنان طب اسنان قاهرة طب اسنان بنها تقريبا طب اسنان اسكندرية والتجارة اخر واحدة يعني كتراغبة هي بتاع طب اسنان ومدخلتني طب اسنان يعني بس انا ما كنت شافني فيها مشكلة طالما بتقدر توازن بين الاثنين الناس كانت في كلها متعاونة جدا معي يعني برضو مبسوطين ان انا راجل بالعب كورة وكنت في منتخب الامبي فكانوا بيساعدوا على عد ما اقدروا كنت بحضر الساكاشن عادي المحاضرات كان بيبقى فيها مشكلة بس برجع للمها انت متفوق قوي انا كنت منوع لبزاكر كويس يعني بحفظ كويس وبزاكر كويس يعني لما اعود على حاجة لازم اقوم بيها كوي يعني ما ينفعش اقوم إلا لما بحفظها او شيء لازم تتبقى جوه محفورة جوه هل في اي مشكلة حصلتلك مع مدرب قبل كده بسبب انك طالب متفوق او ان الدراسة بنسبلك حاجة مهمة؟ يعني كرول مثلا كرول تبعينه حبيبي يعني كرول ده خد بالك لباجزة مالك حبيبي يعني بس اقام المنتخب الأوليمبي مثلا قبل اي سفرية هو كرول كان عنيف جدا جدا في التدريبات فكان يجي قبل اي سفرية ومعاملك معسكر مغلق أسبوع في المركز الأوليمبي خد بقى عندك صبح ودهر وليل صبح ودهر وليل صبح ودهر وليل والمحاضرات والدكاترة لا عادي كنت باخد معي الورق بتاعي وزاكر في المعسكر ومقدم اعتذاره عن الكلية وقعد عادي خلاص بقى في سفرية فانا مركز جدا بقى وبعدين تبعينات جمدة 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 وبعدين يجي بس انا قبل السفرية تفهمش جملة الشهيرة بتاعته عبدالله كرة او لا طب ليه؟ ليه بعد اصبع جا تقولي الكلام؟ تقول له طب طب اقول له يعني طب وبعد كده كرة اوكي عبدالله سيو نيكست كامب باللبز كده اه نيجي المعسكر اللي جاي اه نيجي المعسكر اللي وراها يا عبدال ييجي عبدالله يتمرر عبدالله الأسواع بتاعه يسألوا فناية المعسكر يقول له نفس السؤال طب ايه اللي جد؟ ما احنا في نفس السنة؟ انت ليه؟ ليه اخترت الادارة وخلاص احنا بنختم حلقتنا ليه اخترت الادارة ما اتجاتش لتدريب هل؟ لانك اقدب كتير من انك تكون مدرب؟ لا خالص خالص بحس بص انا عندي مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده اه انا محبش ان انا اشتغل واتعب وبعد كده في الاخر مغودي بوقف على لعيب الصراحة ما هي دي الكرة؟ انت مش مقترع بالنظرية الكرة خد بالك الجملة دي انت عارف مين الجملة دي لالالي مين بقى؟ مين؟ اه كان مسكنا في جيل بتاعنا في نادي الزمالك كان حازم امام صبري معتمد وسامة نبيه متحة عبدالهادي نصر وليد معاذ كلهم لعب ومتخب مصر وفريق اول لما عدنا مرة مع الكابتر حسر الشحاتة فكان قاعد معنا كده ربنا تديله صحة اولا حسر الشحاتة ده هو اللي خليني يبب زمالكاوي فكابتر حسر الشحاتة قاعد معنا عادي جدا فاميلينا انا معلم كنت كنت بحرك جمهور وبعمل ايه وبعمل ايه وانا نادي الزمالك ودوقتي مستقبلي في 11 واحد عد قدامي دهوقتي لو انتوا كويسين هببحصا مدرر في مصر لو انتوا عشين هببحصا مدرر في مصر بس جربتها بقى يعني كنت هجرب اشتغل وبعدين جينا في ماتشف مع الزمالك ايام كرول ادقتي جدا جدا من الموضوع ده زي ما عارف كل واحد عامل هومورك بتاعه وفاك اصحيت الصبح واحد من اللعبة بيقول لي مثلا انا الايجار بتاعي ما خدتوش فانا غريبة مش هلعب النهاردة انا مش عارف ايه فمش هلعب النهاردة فحست ان انت بتضيع مجهود وبتعمل كم مجهود غير طبيعي انا فاتر ماتش ده لانه كان يوم عيد ميلادي 26 عشر ولعبنا القليمتي في كلية الحربية وتقريبا خسرنا ثلاثة واحد وكنا هنبقى اول دوري مع الزمالك فجأة بينا رابع دوري او خامس دوري بسبب ايجار بص بسبب مشكلة شخصية مالاش اي لازمة متتحطش في مطش زمالك قلت لا التدريب ده مش بتاعي مش هستحمل الادارة بتاعتك وماشاء الله عليك ناجح فيها وبحييكم على مجهودكم اللي انتو عمليه وعلى البداية المشرفة في الدوري